اشتركوا في القناة المنتجات والعروض متوفرة على منصة AdMetad وكما تعلمون فمنصة AdMetad تحتوي على عروض CPI, CPS, CPI وكذلك عروض CPL بالنسبة لهذه المنصة فتختلف العروض من دولة الى اخرى وكذلك وسائل الترويج التي ستستعملها يمكنك ان تقوم باضافة صفحة الفيسبوك الخاصة بك على منصة AdMetad وتبدأ يعني بطلب الانضمام الى شبكات الافيليات او الى العروض المتوفرة في AdMetad يمكنك كذلك اضافة تويتر يمكنك كذلك اضافة حساب انستغرام كذلك اضافة قناة اليوتيوب الخاصة بك وكذلك اضافة رابط الموقع الخاص بك اذا لاحظنا هنا اخوان تلاحظوا معي هنا اذا لاحظنا هنا ستجدون معي عدد من المواقع والصفحات وهناك يعني بعض الصفحات على فيسبوك تويتر بانترست وحتى الموقع الخاص بك كما تلاحظون هذا لديكم هو الداشبورد بالنسبة للخط الاخضر هنا الذي بالاخضر يعني الكاء الامبريشن وبالنسبة للخط الازرق فهو يعني النقارات ثم لدينا الخط البرتقالي وهو الاكشن كما تلاحظوا لدينا الاكشن الضغطات الامبريشن والأرنينك يظهر لك باللون البنفسجي اذا هذا هو الداشبورد الذي من خلاله يستعرف على التعالير والتقارير التي تأتيك من الزيارات ثم يظهر لك في هذا المكان هنا يظهر لك البالانس باليو اس دي اي بالدولار ويظهر لك هنا البالانس بالدولار الاورو وكما تعلمون فاقل شيء يمكنك ان تقوم بسعبه الى الحساب الخاص بك فهو مبلغ عشرين دولار اذا كنت يعني تقوم بطلب السعب من الموقع وهناك يعني طلب سعب فوري وهناك طلب سعب يعني تنتظره لمدة معينة لكن طلب سعب فوري فهو يطلب منك بعض الاقتطاعات لذلك هناك طريقة اخرى لي يعني طلب الدفع يعني العادي اذا قمنا بالنزول كذلك الى الاسفل هنا فسنجد هنا لدينا ادميطات ريفر البروغرام لديك هنا رابط الاحالة الخاصة بك وما تلاحظون هنا لديه مئة وخمسة وعشرون شخص يعني قام بالتجيل هناك عضو واحد فقط يعني اكتيف يعني يشغل ونسبة العمولة ستكون يعني نسبة خمسة في المئة اذا نقرت هنا كما تلاحظون سيظهر لي رابط الاحالة الخاص بهذا والرابط الذي من خلاله يمكنك ان تقوم بدعوة الاصدقاء المهتمين بالترويج للمنتجات او العروض او ما يختارون يعني على منصة اذا سنمر الى ان شاء الله في هذه الحلقة سيكون الشرح طويل نوعا ما لاننا سنشرح طريقة استعمال بلوغر وكيفية انشاء يعني منصة بلوغر لنقوم يعني بربطها مع منصة حتى نتمكن من الحصول على العروض كما انني ان شاء الله سأضع لكم قالب خاص ببلوغر قالب احترافي ستجدون يعني رابط تحميل خاص به في صندوق الوصل الخاص بهذا الفيديو اذا قمنا بمراجعة القالب كما تلاحظون هنا هذا هو القالب الذي سأترك لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم سأشرح لكم طريقة التعديل على كل هذه الامور هنا يعني كيف يطرف الفوغو كذلك وضع السوشيال ميديا كذلك بالنسبة لخانة الباحش وكذلك بالنسبة للمنيو بار وكذلك الناف بار وكذلك سنشرح كيفية وضع هذا السلايد الخاص بالموقع وكذلك اجزاء الموقع الاخرى كما تلاحظون هنا لدينا السوشيال ميديا كذلك والذين هنا يعني امور اخرى هنا لدينا التدوينات كما تلاحظون لدينا البابيلر بوست يعني المنشورات الاكثر شعبية يعني المنصة او القالب فهو جميل جدا كما تلاحظون يمكنك المرور الى الصفحة التالية وكما تشاهدون هنا كذلك يمكنك ان تقوم بوضع بانيرات اعلانية او تقوم يعني بوضع اعلانات خاصة مثلا كمنصة ادستيرات ثم لديك هنا الخاص بالموقع والذين يعني امور اخرى سنشرحها ان شاء الله في هذه الحلقة اذا حتى تتمكن من التعديل على المدونة بشكل جيد اول شي يجب ان تمتلك على الاقل يجب ان تكون لديك اثنى عشر تدوينا حتى تملأ يعني كل هذه الامور حيث سيكون لديك اقسام يعني في المدونة الخاصة بك مثلا انا هنا لديك قسم الالعاب لديك قسم الحواسيب قسم الهواتف قسم الكريدت كارد او الكريدت كارد او الكريدت كارد وكذلك لديك قسم الاكس بوكس قسم خاص بالاي او اس وكذلك الاندرويد وكذلك قسم خاص بالجوبس وكذلك ستور وفيديو مثلا اذا نقرت مثلا اذا نقرنا مثلا على game فسيقوم بتمريرنا الى كل الامور الخاصة بالالعاب اذا انظروا هنا سننقر على game سيقوم بتحولينا بطبيعة الحال هذه هنا تم فتحها هي فقط عبارة عن top under كما تلاحظون سيقوم بفتح كل الامور المتعلقة بالالعاب يعني هنا لاحظوا معي هنا قام في فتح هذه الامور خاصة بالالعاب اذا كيف سنقوم بالترشيب الى هذه الامور ومثلا اذا قمنا بالنقر مثلا هنا على pc يعني هنا انا اضع يعني بعض الاعلانات الخاصة بشركات اخرى لذلك كفاية مباشقة يعني بعض النوافذ المباشقة كما تلاحظون اذا مررنا الى pc سنجد فقط يعني الامور الخاصة بجهاز الحاسوب فقط يعني ما يتحدث عن الحاسوب لذلك يجب علينا ان نقوم بالترشيب هذه الامور اذا بداية يجب عليك ان تمتلك مدونة بلوغر كما تلاحظون هذه المدونة كيف ستقوم بانشاء مدونة بلوغر الطريقة سهلة وبسيطة جدا اذا لم يكن لديك مدونة بلوغر فكل ما عليك هو ان تتوجه الى النقاط الاربع على منصة جوجل مثلا تقومت بالدخول الى جوجل ستجد ان هنا لديك مربع هذا المربع تقوم بالنقر عليه ثم ستأتي الى هنا وستجد بلوغر ثم تبدأ يعني بالنقر على بلوغر بهذه الطريقة وسيقوم بتحويلك مباشرة الى انشاء مدونة الكترونية في حالة كانت لديك يعني بعض المدونات الاخرى فيجب عليك ان تقوم يعني بعمل مدونة جديدة وهذا ما سنقوم بفعله يعني في هذه الحلقة اذا نحن سنعود فقط لان لدينا الصفحة هنا خاصة ببلوغر لا نحتاج الى يعني فتح صفحة اخرى سنقوم بانشاء مدونة جديدة من طبيعة الحال اختيار اسم لمدونة يجب ان تختار اسم خاص بمدونة مثلا سنقوم بتسميتها اذا سنعطيها هذا الاسم اذا هذا هو العنوان الذي سيكون على المدونة الخاصة بي سنقوم بالنقر على التالي وسنضع يعني في الخطوة السابقة سنعود لاحظوا معي هنا عنوان يعني ديسكريبسيون خاص بي يشرح يعني ماذا تقوم ماذا تفعل المدونة يعني فهي مثلا خاصة بالارعاب مثلا سنقوم ب the best game online ثم سنقوم بالنقر على التالي وهنا سنضع يعني اسم المدونة لكن لاحظوا معي هنا ولكن اسم المدونة سيكون فرعي ومربوط مع بلوغر blogspot.com اذا هنا مثلا سنقوم بوضع game room سنرى هل يعني متاح سنقوم بالنقر على كما تلاحظون عنوان مدونة هذا غير متاح سنقوم باضافة الاس كذلك غير متاح غير متاح اذا ولا اخوان ستقوم بالبحث الى حين ان تجد اسم يعني متاح نحن سنقوم فقط يعني باضافته بهذا الشكل حتى يكون الفيديو سريع نعم سنرى اذا كان متاح نعم هذا متاح لكن احاول ان تختار اسم احترافي لا تختار اسم يكون طويل يعني احاول اختهار اسم قصير ومن طبع الحال يكون احترافي اذا سنقوم بالنقر على حفظ جاري المعالجة نعم تم انشاء المدونة بنجاح كما تلاحظون هنا بعد انشاء المدونة بنجاح ستظهر معك بهذه الطريقة اول شيء يجب عليك ان تقوم بفعليه هو ان تتوجه الى الاعدادات بالنسبة للقسم الاعدادات لاحظوا ما هي هنا يجب عليك هذا هو العنوان يجب عليك ان تضع وصف كامل للمدونة يعني ما الذي تفعله المدونة الخاصة بك ستختار من طبع الحال النيتش المناسب للمدونة الخاصة بك يعني لا تقوم بفعل امور التي افعل انا شخصيا انا فقط اشرح لك طريقة العمل التي يجب عليك ان تستعملها لوضع الامور الخاصة بك وانت بطبع الحال ستختار النيتش المناسب وسأطلعك على طريقة البحث عن النيتش المناسب من طبع الحال اذا لديك الوصف هنا ستقوم بوضع الوصف اذا مثلا هنا the best online games and new to get for gamer مهم هذا هو وصف عادي لكن اختار وصف يكون مضبوط ثاني شيء اختار لغات المدونة يعني المدونة اذا كانت باللغة الانجليزية من طبع الحال فيجب ان تختار اللغة الانجليزية اذا ابحث عن اللغة المناسبة هنا من طبع الحال فالقالب فهو انجليزي لذلك يجب علينا ان تكون اللغة الخاصة ببلوغر فهي مطبعة الحال انجليزية اذا سنقوم بالبحث عن عالينجليش كما تلاحظون هنا يمكنك ان تقوم بعملها بالفرنسية او على حسب ما تريد لكن بالنسبة للعربية فيجب ان يكون لك بعض الامر حتى نقوم يعني بتعديلات الامر ويصبح اللوغو على الجهة اليمين وكذلك تصبح بالنسبة للصفحات كذلك تصبح على اليمين يعني يجب ان نقوم بقلب المدونة من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية اذا اردنا ان نعمل عليها بالعربي هذه الامر ان شاء الله ساشرحها في حلقات قادمة. المهم سنشرح طريقة استعمال مدونة بلوغر انجليزيا. كما تلاحظون هنا عرض تحضير نقر لقراءة المدونة. اذا كنت مثلا تريد ان تقوم بتفعيل هذا الخيار انا اتركه يعني غير مفعال طلب تأكيد الفئة العمورية مثلا اذا كنت تريد هذه الامور. بالنسبة للرمز المفضل وهو الايقونة التي تظهر يعني كل موقع كما تلاحظون هنا في الاعلى لدي العديد من الصفحات وكل موقع لديه او صورة مصغرة خاصة به. اذا هنا يجب عليك ان تقوم بتحميل الصورة المصغرة خاصة بالمدونة الخاصة بك. اه سنرى من اين سنقوم بتحميلها ستقوم هنا فقط من نقر على تشوس ويجب ان تكون صورة صغيرة بالحجم المطلوب حتى يتم تحميلها من طبيعة الحال على. يعني الامور الخاصة بك سنبحث هنا على الصورة. هنا هنا. مثلا هنا. لوجو. سنقوم فقط يعني بتحميل اي صورة وجدناها يعني فقط حتى يكون الشرح سريع ان شاء الله. مثلا هنا نقل مثلا على سبيل مجال هذه الصورة. لنرى هناك صورة مناسبة اكثر. لا بأس في تلك سنخسر تلك الصورة لكن يجب ان تقوم بالمقاس المناسب الذي يجب ان يعني يتم يعني قبوله هنا. اذا سنقوم بالنقر هنا على حفظ. اذا بعد ان نقوم على حفظ سيصبح لدينا فيذكا خاصة بالمدونة الخاصة بنا. سنقوم باغلاق هذه الصفحة. اذا نقوم بالحفظ. اه تاني شيء اه متطلبة الخاصة بالخصوصية. السمح لمحركات البحث بالعطور على المدونة الخاصة بك. يجب ان تقوم بتفعيل هذا الخيار. اه ثم لديك هنا اه عنوان المدونة. اذا اذا هذا هو العنوان الخاص بالمدونة الخاصة بك. يمكنك تغييره. اذا هنا سنقوم بالنسخ عمل كابي. ثم سنتوفج الى هذا العنوان. وستلاحظون معي هنا. ان المدونة فهي يعني مدونة اه تم انشاؤها حديثا وكما تشاهدون قال بعادي. وهذا هو الاسم الخاص بها. لكن اه بدلا من هذا الاسم يجب ان يكون لديك دومين خاص بك. لا تقوم باستعمال هذا الاسم لانه يظهر عشوائي بالنسبة للشخص الذي سيقوم بعمل الاكشن او الشراء من المدونة الخاصة بك او الذي سيقوم بالحصول على المؤتجات. لذلك يجب عليك ان يكون لديك دومين وتقوم بربطه مع المدونة الخاصة بك. بالنسبة لطريقة شراء دومين وطريقة ربطه مع المدونة. فذلك شرحته في فيديو ستجدونه في صندوق الوصف ويجب عليكم اتخاذ هذه الخطوة لانها مهمة جدا. اذا كما تلاحظون هنا اذا قمت بالنقر على نطاق خاص. هنا ستبدأ يعني بوضع المعلومات الخاصة بالدومين الخاص بك. وتبدأ يعني بربط الديين اس الخاصة بك او دومين نيم سيرفر. اذا هنا ستقوم بالخيار يجب عليك ان تقوم بتفعيل خيارات اله تي تي بي اس ليصبح الموقع الخاص بك مؤمن هنا يمكنك ان تقوم يعني بانتراء المشرفين الخاصين على هذه المدونة دعوات المؤلفين المعلقة يمكنك ان تقوم بدعوات اشخاص ليقوموا بادارة الموقع المدونة الخاصة بك. هناك يعني امور اخرى يمكنك الاطلاع عليها. اذا نحن الان شرحنا الامور المهمة حاليا يعني في بعض الامور. اذا بعد ان تقوم بعمل كل هذه الامور اول شي اجبالي كان تبدأ يعني بعمل تدوينات يعني عشر تدوينات او اثنى عشر تدوينة وكما تلاحظون اذا اتينا الى المدونة هنا فانا لدي هنا تدوينات كثيرة اذا اضعتوا الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمدونة فستجدون انها لدي تدوينة كثيرة. المهم لا يهم تركيب القلب او يعني قبل وضع التدوينة او يعني بعد وضع التدوينة لكن اذا كانت لديك تدوينة فستقوم بالتعديل على القلب بشكل جيد لان لديك موادع ستظهر معك يعني في سايد بار لتراها حتى تتمكن يعني من التعرف على وضع الامور بشكل جيد. اذا سدعت الان الى الخطوة التالية. اذا كيف استقوم انت بعمل تدوينة وكيف ستجد يعني الموتج الذي ستقوم بالترويج لا بالطريقة الصحيحة. اول شيء يعني ان تقوم باتمام عملية انشاء المدونة سنتوجه الى المظهر هكذا بهذه الطريقة. اذا بعد ان تتوجه الى المظهر ستأتي الى هنا تعديل ثم تأتي الى تعديل HTML بهذه الطريقة ستقوم يعني بعمل CTRL A او SELECT يعني تقوم بحذف الجميع هذه الامور الموجودة هنا ثم ستأتي الى الكود الذي سأترك لك يعني في الرابط الذي ستقوم بتحميله تقوم بعمل SELECT ALL ثم تقوم بعمله COPY نعم ثم تأتي الى هذا المكان تنقر هنا ثم تقوم بلسق الامور يعني PAST ثم تقوم بحفظ الامور اذا سنقوم بحفظ الامور بهذه الطريقة. اذا بعد ان تقوم بحفظ الامور سنقوم بالعودة هنا. اذا لاحظوا معي هنا اذا قمنا بفتح المدونة. اذا هذا هو القلب الذي ستقوم بالاشتغال عليك ما تلاحظون فحاليا يعني هو فارغ لذلك قلت لك انه يجب عليك ان تقوم بوضع التدوينات حتى تظهر معك الامور وتعريف طريقة التعديل على القلب. اذا لاحظوا هذا القلب الذي هو ممتلئ كيف يظهر. اذا لاحظوا معي هنا القلب ممتلئ كيف يظهر. ومن طبع الحل الانوات الامور يجب عليك ان تقوم بالتعديل عليها. ولاحظوا معي القلب فارغ كيف يظهر. اذا ما هي الامور التي يجب عليك ان تقوم بالتعديل عليها بعد ان تقوم برفع القلب ليصبح القلب يعني لديك الامور المضبوطة خاصة بعد ان تقوم بوضع الامور بالهتشامير وتقوم بحفظ الامور ستوجه مباشرة الى يعني التنسيق او الى الصفحات يعني حسب ما تريد اذا سنتوجه اول شيء الى التنسيق بالنسبة للتنسيق هنا كما تراحضون معي اخوان التنسيق لديك اول شيء هنا لديك اداة الصفحات بالنسبة للصفحات يجب ان يكون لديك ثلاث صفحات مثلا هنا فقط يعني لدينا حاليا صفحة لهم يجب ان تكون لديك صفحة الابوت وصفحة الكنتاكت اه كيف ستقوم بانشاه هات الامور ساشرحها لك ان شاء الله اذا هنا سنقوم بالغاء الى حين نقوم بتعديلها لهذا الجزء هنا سنأتي الان الى السوشيال ميديا اذا قمنا بالنقر هنا على السوشيال ميديا لاحظوا معي هنا هنا يوجد اه سكريبت او كود هنا كما تلاحظون انا هنا وضعت لكم اه عبارة عن الكلمات دياز كما تلاحظون هنا اذا عندما تجد هنا في هذا الخيار الاول فيسبوك كيف ستجد اولا الدياز اذا قمت هنا بالنقر في الفراغ ثم قمت بالنقر على كونترول ايف من زر الكيبورد وقمت بكتابة دياز اربع مرات ستظهر معك كل امور التي بها دياز اذا نأتي الى الهاشريف الاول وهو الخاص بالفيسبوك اذا نلاحظوا ما هنا لدينا فيسبوك ولدينا هنا اربع علامات دياز هنا ستتضع اليوزر نيم الخاص بالفيسبوك الخاص بك او الخاص بالصفحة الفيسبوك الخاص بك مثلا على سبيل المثال اذا قمنا بالدخول الى فيسبوك هكذا سنأتي الى فيسبوك الخاص بنا من خلال فيسبوك لدينا العديد من الصفحات سنتوجه الى الصفحات هنا ونختار صفحة معينة اذا هنا الصفحات سنختار على سبيل المثال هذه الصفحة اذا مثلا هذه الصفحة سنختارها عندما نتوجه الى الصفحة ننتظر فقط الاتصال الباطئ نوعا ما عندما نتوجه الى الصفحة هذه هي الصفحة لاحظوا ما ايه هنا هنا يوجد يوزر خاص بالصفحة اذا ربما يمكنك ان تقوم بالحصول على الرابط بشكل كامل بهذه الطريقة لاحظوا ما هنا ساقوم بتغيير هذا الويب الى WW يمكنك ان تقوم بنسخ الامر بشكل كامل وتتوجه الى مدونة بلوغر وتقوم بحذف اذا اما تقوم بحذف يعني الرابط بشكل كامل او تغييره يعني بالرابط السابق لاحظوا ما هنا ثم تضع الرابط السابق كاملا او تضع فقط يعني اليوزر اذا هنا لديك اليوزر الخاص بالفيسبوك لديك اليوزر الخاص باليوتوب كذلك بالنسبة الى انستغرام كذلك بالنسبة للغيت هاب وكذلك بالنسبة لبنترس في حال كنت تريد مثلا ان تترك مثلا انت مثلا تعمل فقط يعني بيوتيوب وفيسبوك وانستغرام وتريد مثلا ازالة غيت هاب وبنترس ستأتي الى الكل وتقوم بحذف هذا الخيار لاحظوا معيوني اذا قمنا بالتوجه الى انستغرام سنبدأ من البداية سنجد هنا اه يعني معقفتين اه مفتوحة لدينا لي ولدينا الهاشريف ثم لدينا انستغرام ثم لدينا عالمة استفهام ثم انستغرام ثم المهم لدينا معقفتين مرة اخرى ثم ينغلق او يعني ينتهي اه الكود الخاص بوضع حساب الانستغرام سنأتي نحن اولا من الليل هكذا الى الليل الاخر ونقوم بحجف هذا الخيار في حالة كنا لا نريد مثلا ان يكون لدينا مثلا على الحساب الخاص بنا لاحظوا اذا قمنا بحجف الخيار وقمنا بحفظ امور هكذا وتوجهنا مرة اخرى الى المدونة عرض المدونة سنجد ان الكيت هاب سيتم بحجفه اذا لقد تم حجفه اذا اردت ان يبقى يمكن ان تقوم بوضع اليوزر الخاص به اذا شرحنا الان سوشيال ميديا سنأتي الان الى البلوغ هيدر بالنسبة للبلوغ هيدر عفوا اخوان اه لديك العنوان الذي وضعناه سابقا يمكنك تعديله كذلك لديك هنا الوصف يمكنك ان تقوم بتعديله كذلك الصورة الخاصة باللوغو الخاص بالمدونة الخاصة بكوية ما اقصد به هذا اللوغو هنا يجب ان يكون لديك اللوغو احترافي بالحجم المناسب حتى يتم تحميله بشكل جيد هنا تحميل اللوغو صورة من الكمبيوتر ادخل عنوان خاص باللوغو يمكنك ان تختار ما تريد اذا هنا اذا قمت باختيار الخير تقوم بالضغط على ثم تقوم بتحميل اللوغو الخاص بالقالب الخاص بك الذي ستقوم بالعمل عليه اذا هنا سنقوم باختيار اي لوغو سنجده امامنا مثلا هذا هو اللوغو سنقوم بفتحه نعم وسنقوم بوضعه بدلا من العنوان والوصف لماذا حتى يظهر هو بدلا من العنوان والوصف الخاص بالمدونة ثم سنقوم بحفظ الامور هكذا مرة اخرى نقوم بعرض المدونة ونرى نعم سيتم لاحظوا ما هنا قد ظهر معنا اللوغو اذا ظهر معنا اللوغو الان سنتوجه الى طريقة عمل المينيو بار هنا الخاصة بالموقع اذا سنعود الى مدونة بلوغر هنا بالنسبة لهذا الخيار هنا لديك امكانية وضع بانر بحجم سبعمائة وعشرون على تسعون يعني هنا تضع الكود الخاص بالخاصة بالخاصة بالنسبة للبانر فهي عبارة عن اشهار مثلا كهذا الاشهار هنا من شركات اخرى خارجية يمكنك ان تقوم بوضع هذا الاعلان هو عبارة عن كل اذا نأتي الى هنا دروب داون بالنسبة للدروب داون هذا ما يجب ان نشرحه بشكل جيد اذا هنا هنا عندما نقوم بكتابة اي تدوينة فنحن نقوم باعطائها اسم حتى يتم تصنيفها في مكان معين خاص بتلك الامور التي تضم مثلا ذلك المنتج اذا اذا تحدثنا عن منتجة الالعاب يجب ان يكون لدينا قسم خاص بمنتجة الالعاب لكن اذا تحدثنا مثلا عن القسم مثلا الاكس بوكس فيجب ان يكون لدينا قسم خاص بالاكس بوكس كما شرحت لكم هنا كل قسم يحتوي على مجموعة معينة اذا هاتي الامور كيف استقوم بترتيبها لاحظوا معي هنا هنا لدينا الهاشريف ولدينا اول شيء هنا هي صفحة الهم هنا يجب عليك ان تقوم بتغيير هذا العنوان بعنوان المدونة الخاصة بك من WW وتقوم بتغيير عنوان المدونة الى المدونة الخاصة بك حتى يعني اذا اي شخص اراد مثلا الرجوع من نص او من مقال معين وضغط على الهم هنا سيعود الى الصفحة الرئيسية اذا اتمنى ان يكون هذا مفهوم سنعتي الى الخيارات الثانية اول شيء لدينا هنا بروغرام هذا بالنسبة لهذه المدونة كما تلاحظون هنا لدينا اول شيء بروغرام وهو التدوينات الخاصة باليعني بالبروغرام الخاص بالتصنيف البروغرام اذا اه بعد بروغرام يوجد لدينا هنا كما تلاحظون رابط يحتوي على سيرش ماركوتينج ريزيلد الى حرف السبع وهذا هو ما يقوم بتوجيه هنا الى كل التدوينات التي توجد في بروغرام كيف سنقوم بالحصول على هذا الرابط من طبعا الحال هذا الرابط حتى تحصل عليه يجب ان يكون لديك تدوينات من طبعا الحال في قسم خاص بالبروغرام لذلك بعد ان تقوم بوضع تدوينات يجب ان تتوجه الى الاسفل هنا لاحظوا معي هنا اذا انضرنا هنا سنجد ان لدينا يعني اقسام هنا مثلا في البروغرام يعني في هذه المدونة التي نشرح عليها فارغة يعني ليس فيها مثلا حاليا اي اي منشورة لذلك ليس لدينا امكانية الحصول على الرابط الذي سنقوم بوضعه هنا لذلك سأشرح لكم من هنا بعد ان تقوم بوضع التدوينات ستظهر معك الامور هنا اذا قمت بالنقض عفوا اذا قمنا مثلا بتوجه الى هذا الى جيم مثلا على سبيل المثال لاحظوا معي هنا هنا سيعطينا رابط يقوم بضم كل الامور الخاصة بالجيم ويمكنك كذلك ان تقوم باضافتها في قسم اخر من غير الجيم سأريك كيف تقوم بوضع هذه الامور اذا هذا هو الرابط الذي ستقوم بنسخه من طبيعة الحال بشكل كلي وتتوجه الى هنا وتقوم باستبداله بهذا الرابط اذا تقوم بنسخ الرابط الذي اتيت به على حسب القسم مثلا بروغرام ستقوم بوضع الرابط الخاص بالبروغرام وتبدأ هنا بتغيير هذه الامور الى ان تنتهي لديك هنا مثلا قسم الخاص بالماركوتينج بالافيليات وكل امور مثلا هنا لاحظوا لدينا قسم البروغرام ماركوتينج افيليات كورس جيم اي اس اندروايد جيفت كارد تيم لوغو اذا كل هذه الامور يجب عليك ان تقوم بالتعديل عليها في حالة مثلا تريد ان تقوم بحذف اي قسم معين قد شرحت لك كيف ستقوم بذلك يجب عليك ان ترى من اين يبدأ الجزء الذي ستقوم بحذفه والى اين سينتهي حتى تكون لديك الامور مرتبة مثلا اذا كنت تريد مثلا ان تقوم بحذف جزء معين حتى لا يكون لديك اقسام كثير اذا هذه الامور تقريبا مفهومة هذه الامور هنا مفهوم مثلا قسم الخاص بالجيم يجب عليك ان تضع الرابط الخاص بالجيم لكن في التدوينات حتى يعني يظهر لك التصنيف الخاص بكل قسم في الاسفل كما قلت لكم هنا بهذه التصنيفات اول شي يجب عليك بعد ان تبدأ يعني هنا سنقوم لا ليست ازالة فقط يعني الغاء نعم هنا اذا اتينا الى كتابة مشاركة سنقوم بتوجه الى كتابة مشاركة اذا توجهنا الى كتابة مشاركة هنا لاحظوا معي هنا تضعوا عنوان المشاركة هنا النص الكامل الخاص بمشاركة والصور وفي فيديو وكل ما تحتاجه هنا لديك امكانية الادوات التي ستقوم بالتعديل بواسطتها على الكتاب ووضع الالوان وكلات الامور وهنا لدينا قسم التصنيفات انظروا اذا نقرنا هنا على قسم التصنيفات سنقوم مثلا بكتابة بروغرام على حسب ما يوجد في المدونة مثلا برو بروغرام مثلا بروغرامز هو قسم اذا هكذا مثلا سيصنف الامور الخاصة بالبروغرام سيبدأ يعني بتصنف الامور الخاصة بالبروغرام وسيقوم باظهار لك يعني المنشورات في الاسفل التي تحصل على روابط البروغرام اذا هنا تقوم باختيار مثلا موقع مثلا انا تريد مثلا ان يظهر المنشور بشكل جيد مثلا اذا اخترنا مثلا اذا كانت المدونة انجليزية مثلا اخترنا اه اه سنقوم بالنقل هنا على سيرش سيتوجه بنا الى اه لديك كذلك امكانية وضع رابط تابت مثلا اذا كنت تريد مثلا رابط تابت تلقائي او رابط تابت مخصص اذا وضعت مثلا مخصص ستقوم مثلا باعطاء اس اسم مثلا تتكلم عن البروغرام مثلا تعطي اسم بروغرام ليظهر من ضمن الرابط سيظهر يعني في الرابط اه كلمة بروغرام الرابط الذي سيكون خاص بالتدوينة بالنسبة للتدوينة حتى تقوم بكتابة التدوينة احترافية وجيدة ورائعة جدا سأريك الامر كيف سيكون ذلك اذا حتى تقوم بكتابة تدوينة وتبحث اولا عن نيتش مناسب سأترك لك هذا الموقع لاحظوا معي هنا هذا الموقع هو به نسخة مدفوعة وكذلك نسخة مجانية اذا مثلا قمنا بالبحث عن نيتش الالعب مثلا هنا افقد نقوم بوضع الكلمة المفتاحية ونقوم بالنقرة هنا على سيرش سيظهر لنا الكثير من الاسئلة التي يطرحها على الاشخاص في محركات البحث وهذا ما سنستفيد منه ونحن ان شاء الله في وضع الامور الخاصة بنا اذا كما تلاحظوا هنا رديك يعني مثلا بالنسبة لي مثلا هاليمكن مثلا تحميل لعبة مثلا في الامر مثلا اذا قمنا بنسخة هذه الكلمة المفتاحية بشكل كامل مثلا اذا قمنا بنسخة هذه الكلمة بشكل كامل هكذا وقمنا بالتوجه الى جوجل واعطيناه هذه الكلمة سيظهر لنا هنا كما تلاحظوا نتائج بنسبة بحث كبيرة جدا كما تلاحظوا نحن سنقوم بالبحث عن الامر الذي يهمنا اذا مثلا عدنا الى اضمي طعب واتوجهنا مثلا الى القسم الذي اضع فيه مثلا مدونة game ريزر اذا هنا سنتوجه الى القسم الذي وضعنا فيه مدونة اضمي طعب والتي يمكنني ان اقوم بالترويج للروابط الخاصة بها مثلا هنا تظهر لكل الشركة لكن اذا كنت اريد ان اقوم بتحديد اه تصنيف معين ساقوم فقط يعني مثلا هنا اولاين game اريد فقط ان يتظهر للالعاب التي استعمل انا هنا على المدونة هنا يظهر لك بعض الشركة التي يعني تم رفضك منها ليس تم رفضك انها يعني لن تقبل عليك يمكنك ان تقوم بطلب الانضمام مرة اخرى الى هذه الشركات اذا هنا سنختار مثلا جواند يعني فقط الشركة التي تم قبولنا عليها اه ثم ستظهر لك الشركات مثلا هناك مثلا لعبة فيكينج كما تلاحظون اذا قمنا مثلا بنسخ عنوان لعبة الفايكينج وتوجهنا الى محرك جوجل وقمنا بالبحث راحضون هنا النتائج كما تلاحظون اذا نفترض ان هذا هو المنتج الذي سنقوم بالترويج له اذا هنا سنبحث عن امر يقوم بالتحدث عن لعبة الفايكينج او ريفيو مثلا سنقوم بكتابة هكذا ريفيو لاحظوا معي هنا ظهرت لديها نتائج اخرى اذا هنا ستجدون يعني المنصات التي تضع يعني ريفيوات عن اللعبة وتضع يعني كما نقول تدوينات اذا سنقوم مثلا بسنرى مثلا هذا دولود هذا دولود مثلا ويكيبيديا كما تلاحظون تتحدث عن لعبة ويكيبيديا يمكنكم مثلا ان تحصل على مقالات على سبيل مثلا نقوم بالدخول الى ويكيبيديا كما تلاحظون هذا هو عبارة عن مقال يعني يشرح لك اللعبة ومثل اساسات وكلات الامور يمكنك ان تبحث على مقالات اخرى حتى يكون شرح سريع سأريك طريقة مثلا وضع تدوينة حصرية ليس منسوخة مثلا اذا كنت استقوم بعمل اعلانات وهذه الامور لن تجد اي مشاكل مثلا انا هنا ساقوم بوضع هذه التدوينة في المدونة الخاصة بي لكن هذه التدوينة فهي منقولة واريد ان تكون حصرية وكذلك بالنسبة للنيتش ابحث عن النيتش الذي به الكلمة مفتاحين قريب الى هذه اللعبة مثلا ويمكنك ان تبدأ بالبحث وعد تنسيق يعني على حسب السيو الذي ستستعمله اذا اول شيء سأخذ مثلا النص كما قلت لكم اتوجه الى هذا الموقع هذا الموقع يقوم بعمل تشيك اه يعني يقوم بتغيير النص الى بصيغة اخرى اذا هنا ستعطيه فقط يعني العدد يعني الذي يطلب منك لانه ليس ليس نسخة مدفوعة كما سلاحظون اذا اردت هنا البريميوم يفجعلك ان تقوم بالدفع للموقع لكن هنا يعطيك امكانية وضع اربعمائة كاراكتر اذا هنا قم فقط بوضع الامور التي يعني هي مهمة اذا سنقوم مثلا بوضع هكذا فقط الى هنا اذا قمت له مثلا هنا بارافراز يعني سيقوم يعني باخذ هذا النص ويقوم بوضعه بطريقة اخرى يعني تكون حصرية وحتى تتأكد من ان هذا المقاع الحصري يجبع لك ان تقوم بنسخه من طبيعة الحال بهذه الطريقة ثم تتوجه الى الموقع التالي الذي هو ثم تقوم بالنقر على بعد ان تقوم بهذه الخطوة يعني تدوينة لان يكون لديك فقط فيها هذا النص الذي سنقوم بوضعها لاني يجبع ان تكون لديك تدوينة كاملة حتى يكون لديك نص كبير وفي كل الامور الخاصة بالسيو اذا هنا سنأتي الى هنا ونقوم بفكود الكابتشا ونقوم له اه اه ونتظر الى حين يخبرنا هل هناك لدينا مشاكل في التدوينة الخاصة بنا ام ليس لدينا اي مشاكل اذا هنا عندما يظهر لك باللون الاخضر فاعلم ان كل امور كما تلاحظون يعني الصيغة التي قام بها الموقع الاول يعني قد قام بتغيير الامور بشكل جيد لكن اذا لم تكن حصرية فستظهر لك هنا بعض الامور بالاحمر يجب عليك ان تقوم باعادة صيغاتها وكما تلاحظون هنا مئة في المئة يعني لديك مشاكل وهنا كما تلاحظون هنا لدينا حاليا جيد جدا اذا هذا يخبرك ان كانت الامور جيدة ام لا ثم لدينا الامر التالي وهو بعد ان نكون قد اكملنا اه المقال بشكل كامل يعني يجب علينا ان نتأكد من انه مكتوب بطريقة صحيحة باللغة الانجليزية حتى تتأكد من ذلك تركت لك هذا الموقع الذي هو موقع ترينكا قم بتسجيل في هذا الموقع سأترك لك رابطة وفي صندوق الوصف اه بعد التسجيل سيعطيك امكانية وضع الامور الخاصة بك وكما تلاحظون هو مثلا هنا يعطيك فقط يعني اه نص اه يشرح به كيف تقوم بالتعديل كما تلاحظون اذا اسينا هنا مثلا وانقرنا هنا يقول لك عوض ان تكتب هذا الامر بهذه الطريقة يجب ان يكون بهذه الطريقة هكذا يعني يقوم بتصحيح لك الاخطاع الاملائية مثلا هذا الامر يجب عليه ان يكون بهذه الطريقة وتبدأ يعني بتصحيح الى حين تنتهي يعني كل امور التي تظهر بالاحمر في يجب عليك ان تقوم بتعديلها حتى تكون يعني باللغة المناسبة له يعني حتى على المدونة الخاصة بك اذا هذه امر اجب عليك ان تصحيح هذه الامر وتم تأخذ النص بشكل كامل وتتواجأ الى المدونة الخاصة بتقوم بوضعه مثلا سنقوم بوضع النص الذي قمنا بتحميلي نحنا هنا كما تلاحظون سيبدأ يعني بفحص النص و سفيديك مثلا كلمة هنا بها خطأ كما تلاحظون يعني هو يعتبره هنا خطأ لأن أول كلمة يبدأ بحرف كبير وهي ليس خطأ هنا هذا الأمر الرأي يعني الإسم فهو يكتب به حرف كبير أولا يعني هنا ليس خطأ هذا لاحظ بعض الأمر يعني الأسماء الخاصة فهي المهم لا يكون يعني فعل بخطأ أو أي شيء إذن ثم تحصل على الرابط أو التدوين الخاص بك تتوجه إلى المدونة تقوم بوضع تدوينه بشكل كامل يجب أن تكون تدوينه أكثر من ثلاث آلاف كلمة حتى يعني تكون جيدة بالنسبة لمحركة البحث كذلك تضع الصور خاصة بك الأمور وكتضع يعني رابط الأفليات إذن إذا أتينا إلى هنا مثلا وضغطنا على هنا أول شيء يجب أن نقوم بالنقل على اللعبة لنرى من أين يجب أن نحصل على مصادر الترافيك وما هي الأمور التي يجب أن نستعمالها إذن هنا يقول لك أنه يمكنك الحصول على بانر تقوم بوضعها في المواقع الخاص بك هنا لديك نيوز هنا لديك رول وهنا لديك بانر لينك وهنا لديك كونتاكت سيبور وهنا لديك الأناليز إذن هنا لديك الشروط الخاصة بالأمور اقرأ كل هذه الأمور الخاصة بهذا العرض الخاص بهذه اللعبة مثلا رول هنا إذا قمنا بالرول سنأتي مثلا إلى ترافيك سورس مصادر ترافيك المطلوبة إذن راح يضمعي هنا بالنسبة لي عمليات الكاشباك فهي ممنوعة للترويج بالنسبة لي البوب أندر فهي متاحة السيم متاحة يعني الترويج عن طريق الإيميل فهو متاح كذلك بالنسبة لي السوشيال ميديا فيسبوك فهو متاح وإنستغرام تول بار كذلك متاح أما الأمور التي بالأحمر فهي ممنوعة بالنسبة للترويج كذلك على قناة يوتيوب فهو متاح بالنسبة لي وضع بانر تست نتوورك فهو يعني ممكن إذن نحن الآن تعرفنا على الأمور الممكنة يمكنك أن تقوم بالحصول على بانرات كما سلاحظون هذا هو البانر إذا حصلت مثلا على بانر سأريك كيف تضع البانر أول شيء سأريك كيف تضع يعني الرابط وسط التدوينة تقوم بالحصول على الرابط بهذه الطريقة تتوجه إلى التدوينة تختار الجملة التي من خلالها ستقوم بتحفيز الشخص على النقل على العرض مثلا هذه هي الجملة هكذا سنقوم بعفوا سأقوم بعمل لها سيلكشن سيلكشن بعدي الطريقة ربما أقوم بيعني وضعها بشكل غاليض ثم أقوم بالنقل هنا وأقوم بغسق الرابط هنا هنا يمكنك أن تقوم بفتح الرابط في نافذة أخرى أو في نفس الصفحة يعني تأتي الصفحة الأخيرة بدل الصفحة الخاصة بالموقع الخاص بك أو يمكنه أن يقوم بفتح هذا الرابط في صفحة جديدة ويبقى كذلك إمكانية مشاهدة الموقع الخاص بك وهنا إضافة السيمة نوفولو يمكنك أن تقوم على حسب الروابط ثم تقوم بالضغط على التطبيق ثم سيصبح لديك الرابط مضمن في التدوينة بهذه الطريقة مثل هذا الشكل سنأتي إلى هنا ثم سنقوم بالتوجه إلى أحد التدوينات نشاهد كيف يطهر هذه الأمور مثلا هذه لعبة فيكينغ هنا ما نشرحه هنا موجود إذن هنا كما تلاحظون لدينا عنوان خاص بالتدوينة لدينا صورة لدينا هنا تجدون الروابط وهي وهو الرابط مثلا الذي قمنا بإضافته هنا كما تلاحظون إذن هنا سيجد الشخص الرابط click here to start هنا Google Play وكذلك عبر هنا يمكنك كذلك أن تضيف كذلك نفس الرابط ثم كذلك صورة وكذلك مقالة كما تلاحظون فلاحظوا معي كما استعملت من كلمة هنا في المقال يعني استعملت كلمات كثيرة جدا حتى يتم أرشفت المقال بشكل جيد ويكون مضبوط وهنا لدينا كذلك إمكانية مشاركته على السوشيال ميديا فيسبوك، تويتر، باندرست، لينكدين، وتمبلر إذن شرحت الآن كيف يمكنك أن تقوم بوضع تدوينة يعني جيدة وحصرية وكذلك يجب أن تستعمل معايير السيو مثلا كلمة فيكينغ فهي تعتبر سيو يجب أن تكون ذيكا في الموقع أكثر يعني تكتبها أكثر من مرة بالنسبة للتصنيف يجب أن تختار المكالة التي تستطيع فيه للتصنيف وكل هذه الأمور ثم تقوم بالنقر هنا على النشر إذن هنا سأقوم فقط بحث هذا الرابط حتى لا يكون أي مشكل لأن هذه المدونة ليست مفعالة مع المدونة إذن هنا ثم تقوم بوضع صورة سنرى الصورة كيف الصورة تقوم بالنقر هنا تحميل من جهاز الحاسوب ثم تأتي إلى هنا اختيار ملفات إذن اختيار ملفات لنفترض مثلا أن هذه هي الصورة نقوم بعمل Open ننتظر إلى حين يتم رفعها من على سطح الحاسوب إلى مدونات البلوغر ثم سنقوم بوضعها في المكان المناسب إذن ننتظر فقط الاتصال باطئ نوع ما إذن هذه الصورة نختارها بهذه الطريقة ثم نقوم بالتحديد ثم كما تشاهدون تظهر لك الصورة هكذا يمكنك أن تقوم بتعريض الصورة بحيث تقوم بالتوجه إلى الحواف الخاصة بها وتكبير الصورة كذلك يمكنك عمل Select لكل بياتي الطريقة وتختار مثلا الكتابة في الواسط في المنتصف نعم بياتي الطريقة نعم الصورة في الواسط لذلك الكتابة يجب أن تقوم بعمل Select بشكل فردي إذن هكذا في الواسط يمكن أن يكون لديك مثلا عنوان رئيسي أو عنوان فرعي مثلا يقول لديك هنا كما تلاحظون يخبرك مثلا عنوان فرعي أو عنوان رئيسي نقول مثلا عنوان فرعي سيكون أكبر يعني من العنوان الذي أسفله يمكنك كذلك التعديل على الألوان بالنسبة للألوان هنا لون النص تختار مثلا ما تريد بهذه الطريقة يعني أمور عديدة هنا توجد لديك المهم في آخر شيء تقوم بكتابة هنا نشر نشر إذن سنتأكيد من أنه قد تم نشره إذن لاحظوا معي هذه هي التدوينة إذا توجهنا إلى التدوينة سنرى كيف تظهر لنلاحظ إذن كما قمنا بوضعها تماما فقط يعني أزلت الرابط لأنه لا أريد أي شيء كما تلاحظون لون الأحمر تدوينا لديك الصورة إذا نزلنا إلى الأسفل هنا نعم إلى الأسفل هنا فقط سنزح إذن أصبح لدينا هنا بروغرام سنقوم بنقر على كلمة بروغرام وكما تشاهدون ظهر لديه هنا قسم بروغرام يبقى أن تكون لديه أكثر من تدوينة ليظهر لي الأمر هنا الرابط بشكل كامل وهذا هو الرابط الذي سأقوم بوضعه أين سأقوم بوضعه في التنسيق لأقوم بضبط كل الأمور الخاصة بالمينيو هنا إذن هنا في بروغرام لدينا الصفحة الرئيسية لدينا بروغرام لدينا بروغرام لدينا بروغرام لدينا الهاشريف الخاص بالبروغرام في ها هو هنا إذن هنا ستقوم بلسق الرابط عوض الرابط السابق ويجب أن تكون لديك أكثر من تدوينه حتى يعني يأتي كرابط آآ موضوع بشكل جيد في المدونة نعود إلى صفحات الهوم الخاصة بالمدونة ثم نرى نعم بالفعل كما تلاحظون ظهر لدينا هنا بروغرام في السلايد الخاص به هنا وكذلك بالنسبة له هنا لدينا كذلك بروغرام وظهر لدينا المقال ثم يمكننا أن نقوم بالنقر عليه كذلك هنا والتوجه إلى القائمة التي توجد بها المقالات وستظهر معنا كذلك الصفحات إذن أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على الفكرة التي من خلالها يمكن أن تضعوا التدوين الخاص بكم في هذه المدونة نأتي إلى أمور أخرى إذن هنا ستقوم بوضع كل الصفحات لديك هنا بالنسبة للتعديل على الهوم أعتقد أنه مهم هذا أتركه هكذا بهذه الطريقة فهو موضوع يعني بسكريبت خاص به كذلك بالنسبة لي هنا كذلك تقوم بترك السكريبت كما هو في هذا المكان نعم بالنسبة لي هنا ستضع الأمور التي ستظهر معك يعني في في السلايد يعني هذا السلايد الذي هو في الصفحة الرئيسية كما تلاحظون هنا في الصفحة الرئيسية حتى يظهر بشكل جيد بهذه الطريقة هنا يجب أن تكون هذه الأمور يعني موضوعة بشكل جيد تختار يعني كل ما تريده أن يظهر مثلا أنا أريد أن يظهر كورس وتظهر قسم الألعاب ويظهر قسم البروغرام ويظهر قسم الجيفت كارد وقسم التيم وكذلك بالنسبة للأفليات هذه الأقسم التي تريده أن تظهر أنت اختار ما تريده أن يظهر وقم بكتابة الأمر كما قمت بوضعه يعني في التدوين يعني كتبته بحروف كبيرة قم بكتابته بحروف كبيرة إلغاء إذن هنا لديك كذلك البروغر بوست تظهر معك هنا لديك كذلك إمكانية وضع كما قلت لكم بالنسبة للسوشيال ميديا أنا أضع لكم هنا العلمات الدياز قم بتغييرها باليوزر الخاص بك على فيسبوك وإنستغرام والأمور التي تريد كذلك لديك هذا السكريبت هنا إذن السوشيال ميديا لدينا كذلك جافا سكريبت هنا بالنسبة للإخيار الجافا سكريبت يمكنك أن تقوم بوضع بانر إعلاني بحجم مائتين وخمسين على مائتين وخمسين بكسل هنا السوشيال سيمبل ما دلينا هنا في السوشيال سيمبل كذلك هنا يمكنك أن تقوم بضبط هذه الأمور أو يمكنك أن تزيل كل العلمات التي لا تحتوي على أكواد لا تهتم بها أكثر هنا يجب أن تقوم بتركه هذا مهم جدا إذن إلغاء وهنا تختاريني كما تريد مثلا من الصفحات أن تظهر أو من البوست من التدوينات بالنسبة للقسم جافا سكريبت هنا لم نرى هذا القسم ماذا به هنا فقط كما قلت إعلان كذلك بالنسبة للقسم جافا سكريبت هنا كذلك إعلان هنا قسم اللايبل هذا مهم جدا يجب أن يبقى هكذا في هذه الطريقة نعم سيكون لديك في المدونة كذلك هنا لديك قسم أي لوضع بانر مثلا سنتوجه إلى هنا ونرى أحد البانيرات لنضعها لأريكم كيف أن تظهر سنرى مثلا مثلا هذا البانر سنقوم بالنقر على كابي كود ثم سنعود نقوم بلسق الكود هنا نقوم بحفظة ثم نعود إلى هنا إلى المدونة نقوم بجدور الصفحة لنرى هل ظهر الكود أو ظهرت البانر معنا نعم كما تلاحظون البانر ظهرت معنا هنا إذا البانر موجودة بالفعل ماذا لدينا أخر لدينا هنا في هذا القسم هنا كما تلاحظون لدينا كود لإستدعاء الأقسم التي ستظهر مثلا هنا لدينا بروغرام هنا كذلك ستجد كذلك قم بوضع بروغرام هذا الأمر هنا قمت بالغلط به سأضع هنا بروغرامس وهناك كذلك بروغرامس حفظ إذا هذا الأمر هنا هذا الأمر هو ما يظهر هنا أي هو هذا الأمر هنا كما تلاحظون حالياً هو يظهر هنا فارغ لسبيل أي شيء لكن هنا في هذه المدونة إذا قمنا بالعودة إلى الصفحة الرئيسية سنجد أن لدينا هنا ثلاث أقسم كما تلاحظون هذا قسم كما تلاحظون بكل ما يتحدث عن الجيم وكذلك تحته قسم وقسم يعني كل ما يتحدث عن وكل ما يتحدث عن هذه الأمور هي المتوجدة هنا إذا هذا الكود ستضع فيه ما تريد أن يظهر مثلا على البروغرام أو على قم بتغيير هذه الأمور الثلاثة هنا بما تريد أن يظهر أنت إذا هذه الأمور قم بتغييرها ثم أعمل حفظ بهذه الطريق ثم لديك هنا أسفل لديك كود ثاني كما تلاحظون هذا الكود تقم بوضع به ما تريد أن يظهر هنا كذلك قم بوضع مثلا إذا يجب أن يكون الأسماء بثلاثة متشابهة حتى يظهر الأمر بشكل جيد إذا هنا تقم بوضع هذه الأمور تقم بحفظ كذلك بالنسبة لي هنا يمكن أن تقم بإضافة بانر إعلاني كما تلاحظون هنا فقط هو إتشياميل ليس هناك أي كود بالنسبة لي الأمور الخاصة بآدات رسائل المدونة هذا فقط يعني على التعليقات التي ستكون على المدونة يمكنك أن تقم بضبط ما تريد بهذه الطريقة عرض وقت الناشر الأمور التي تهمك أن تظهر والأمور التي لا يهمك أن تظهر مثلا كما تلاحظون هنا نص المشاركة خمس يعني يظهر لك فقط خمس تعليقات يظهر لك يعني تصنيف الأول وتصنيف الثاني وقدرك التوقيت يعني المنطقة الزمنية الخاصة بالتوقيت نأتي إلى الأمر هكذا هذا الأمر يعني نفس الخطوة التي استعملنا في هذه الثلاث أمر هنا كما تلاحظون يعني نفس الكود الذي استعملنا في هذا الأمر هنا ثم نأتي إلى هذا المكان هنا لدينا إمكانية وضع بانر إعلاني هنا كذلك لدينا إمكانية وضع بانر آخر كما تلاحظون هنا في هذا المكان يمكنك أن تقوم بوضع بانر إعلاني بحجم كبير هنا كذلك بالنسبة للفوتر ليبل يمكنقي وضع اعلان اعلاني او الكود الذي تريد به هناك اكواد كثيرة. وكذلك قسم الهيبا وهناك كذا وضع اعلاني وهناك انك يمكن وضع اعلاني بالمقاس المناسب. وهناك قسم بالنص بانتقوم بالنقر häufig و� dificil يعني يتحدث ان عمل الخاص بك. مثل هذا النص في الأسفل ثم في الخطوة الأخيرة التي يجب عليك أن تقوم بعملها وهو أن تتوجه إلى المظهر وتبدأ بوضع التعديل HTML ثم تقوم بتغيير أي جملة بها الاسم الخاص بالمدون الخاص بي ثم تنقر على Control ثم كما تلاحظون هنا تقوم بتغيير الجملة أو الكلمة باسم المدون الخاص بي كما تلاحظون تقوم بتغييره باسم المدون الخاص بك إذا كنت تقوم بتغيير الأمور وتبدأ بالبحث عن كل الكلمة ستجد أمور كثيرة بها اسم الخاص بالمدون الخاص بي مثلا إذا كان اسم المدون الخاص بك يعني مختلف مثلا لنقول اسم المدون الخاص بك روم قم بكتابة روم يعني الاسم الخاص بي إذا كانت .com قم بتغيير .com كذلك وإذا كانت .net قم بوضعها ب .net أو .org أو ما لديك يعني ما تريد وإذا كانت .com يكفيك فقط يعني تغيير الاسم إذا كانت .net ستقوم بتغيير النطاق وتقوم بتغيير كل هذه الأمور الموجودة التي عليها اسم المدون الخاص بي ثم تقوم بالنقر هنا على حفظ وسيكون الأمر قد انتهى وأصبحت لديك مدونة إلكترونية جاهزة يعني لا تحتاج إلى أي شيء آخر ثم إن شاء الله في الخطوات القادمة سنتكلم عن طريقة وضع المدونة يعني لأرشفتها في محركات البحث واستعمال جوجل كونسول وكذلك تركيب أكواد السيتج ماب إذا شرحت لكم الآن كيف تتقومون يعني بالحصول على الروابط والبانيرات وكما تلاحظون هذا البانير فهو يعطيك إمكانية أن تربح يعني عمولة فقط يعني من أي شخص أتوقع ما بالنقل على البانير وهناك بانيرات يعني بسفر دولار كذلك بالنسبة للترافيك سورس قد رأينا يعني ترافيك سورس أما بالنسبة لهنا فالأمر هنا يتطلب يعني العملية التي يطلب هذا الشخص فهو يطلب يعني التسجيل إذا قمت بجلب أي شخص قام بالتسجيل فستربح يعني نسبة عمولة أما بالنسبة للأماكن التي يجب عليك أن تقوم بترويج فيها هذا المنتج فهناك ما تلاحظون إذا قمنا بالنقر على الشو أول يطلب منك هنا هذه الدول يعني غير هذه الدول لن يقبل منك أي شخص قام بإكمال العرض يجب أن تكون هذه الدول أستريا، أستراليا، بلجيكا، بيلاروز، كندا، سويزرلونج، جيرماني، دانمارك، سباين، فنلاند، فرنس يونيتد كينغدوم، غريس، أيرلاند، مهم دول كثيرة هنا بالنسبة للكاتيجوري أي التسنيف الخاص بهذا الأمر فهو في قائمة الألعاب يعني خاص بالألعاب إذا الآن تعرفنا على طريقة الحصول على العروض من أدميطاد ووضعها في المدونة الخاصة بنا وكيفية البحث عن النيتش المناسب سنأتي الآن إلى طريقة تركيب المدونة على يعني بعد أن نقوم بإنشاء مدونة وأصبح لدينا الرابط ونريد مثلا أن نقوم بإضافة هذه المدونة إلى أدميطاد لنبدأ يعني بطلب العروض من أدميطاد كما تلاحظون هنا لدي أكثر من مدونة إذا قمت بإنشاء حساب وسأترك لك في فيديو طريقة إنشاء حساب على منصة أدميطاد ستأتي لخانة البلوس هكذا أي التضارب الرمادي تقوم بالنقر عليها بهذه الطريقة إذن بعد أن تقوم بالنقر عليها بهذه الطريقة كما تلاحظون سيخبرك يعني مثلا ما هي الدول التي تريد مثلا أن تروج للمنتجات الحاصة بك فيها مثلا سأختار United States مدام الموقع الخاص باللغة الإنجليزية أختار United Kingdom أختار مثلا جيرماني أختار مثلا فرنسا كذلك هذه الدول ستزور المدونة الخاصة به أغلبية يستعمل الإنجليزية والفرنسية والأمرتال كذلك سأقوم بوضع دول العربية هناك أشخاص عرب كذلك يستعملون حتى لو كانت المدونة باللغة الإنجليزية ثم أختار الكاتيجوري يعني النيتش الذي أعمل به أنا على المدونة الخاصة بما هو النيتش الذي أستعمله على المدونة الخاصة به إذن بالنسبة لي أنا هنا أستعمل مثلا أونلاين جيم أستعمل مثلا فاينانشي البروغرام أستعمل مثلا الموبايل بروغرام أستعمل كذلك مثلا أونلاين سيرفيزيز إذن تختار الكاتيجوري تقوم بالنقر هنا على نيكست ثم يقول لك نوع الموقع الخاص بك هل هو سوشيال ميديا أم بروغرام أند أبس هل هو تطبيق أم ويب سيرفيزز أم ترافيك بيرشيس سورس أم ميسنجر ستختار مثلا موقع مدام لديك موقع إذا كان فيسبوك ستختار سوشيال ميديا سنختار موقع ثم سنقوم بالنقر هنا على نيكست ثم سيقول لك ما نوع الموقع الخاص بك هل هو دروبشيبين هل هو فينانسيال هل هو أفليات ستور أم فوريم أم شيء آخر سأختار مثلا اضر لأن تصنيف الخاص بي غير موجود هنا أختار نيكست ثم هنا سأختار اسم الويب سايت الخاص بي إذا اسم الويب سايت الخاص بي هنا game room game rooms هنا سأختار له game rooms بهذه الطريقة أو ثلاثة أو ثم أتي إلى هذا الخيار وأقوم بوضع الرابط الخاص بي المدونة الخاصة بي ثم أقوم هنا بالنقر على ready بعد أن تقوم بالنقر هنا على ready كما تلاحظون هنا يعطيك كود هذا الكود ستقوم بإضافته في المدونة الخاصة بك وهذا الكود ستجد بعض المشكلة يعني إذا قمت أردت أن تقوم بوضع تحت لهذه ستجد يعني مشكلة هناك الكود يعني هذا خطأ يعني يجده الكثير لاحظ معي هنا الأمر المهم لديك أنت هو هذا ال id لذلك أنا سأضع لك السكريبت المكتوب بالطريقة الصحيحة وستأضع لك يعني علامات دياز داخل ذلك السكريبت لتقوم بتغييرها بال id الخاص بك وستحمل هذا الكود وستتوجه إلى المدونة الخاصة بك هنا إلى المظهر ثم تعديل HTML إذا بعد أن تتوجه إلى تعديل HTML ستنقر في الفراغ ثم كنترول F ثم تضع معقوفة ثم تقوم بكتابة هذا الأمر الذي هو هيد ثم تقوم بإغلاق القوس ثم تنقر على entry وسيظهر معك الهيد هنا في الأسفل إذا هنا سنضع الكود سنرى هل سيتم حفظه يعني هل قاموا بتصحي الخطأ أم لا إذا هنا سنقوم بالنقر على save هنا يقل لك الجاري المعالجة وسنرى هل تم يعني معالجته من موقع عدميطات لأنه سابقا كان بمشكلة هنا تم بنجاح لكن إذا عودنا إلى هنا وقمنا ب don't check وسنرى هنا إذا تم قبوله سيقوم بتوجيهنا مباشرة إلى القائمة إذا سنرى هنا نعم تم إضافته يعني قاموا بتصحي الخطأ إذا هنا إذا أتينا إلى game room هكذا الآن أصبح كما تلاحظون هنا أصبح الموقع لدينا مضاف هنا كيف سنقوم بطلب العروض مثلا العروض التي هي باللون الأخضر هنا يقول لك أن طلبها يعني متاح يعني الشخص الذي وضع العرض فهو يقول لك أنه يعني يمكنك أن تقوم بالإنضمام يعني بشكل أوتوماتيكي أما هنا فيمكنك أن تقوم بطلب الإنضمام بشكل يعني مانيويل يدوي يعني ستتم ورجع الطلب الخاص بك من شخص يعني في الشركة ثم سيتم الموافقة عليك إذا وجد أن الـ traffic source الخاص بك جيد والموقع الخاص بك جيد ويحتوي كذلك على زيارات وأشياء أخرى يعني لن يتم تفعيل يعني بعض العروض لك من الأول يجب أن يكون الموقع الخاص بك احترافي ويحتوي كذلك على نسبة الزيارة و هذه الأمور إذا نقوم مثلا بطلب هنا طلب مثلا شان يمكنك كذلك وضع فقط يعني بلوك سبوت على أد ميطاد لكن فهو يكون يعني عشوائي بالنسبة للأشخاص الذين سيزورون المدونة يقومون بالشراء وتحميل الألعاب ليس مثلا كإذا كان لديك دومين يعني خاص بالمدونة الخاصة بك لا ينتهي ب بلوك سبوت دوت كوم مثل هذا الدومين هنا كما تلاحظون بلوك سبوت دوت كوم يعني يعود أصله إلى بلوغر إذا سنعود إلى هنا هنا كما تلاحظون لديك الكثير من الشركات التي يمكنك أن تنضم إليها وتبدأ يعني بالترويج للروابط الخاصة بعمل هنا يمكنك أن تقوم بإظهار خمسين صفحة مرة واحدة بدل أن تقوم بإظهار يعني تبدأ يعني كل مرة تقوم بعرض الصفحة التالية إذا هنا يظهر لك كل الأمور بالنسبة لي هنا تختار الكاتيغوري مثلا تريد فقط يعني أن يظهر لك القسم الخاص بالألعاب تريد مثلا فقط يعني فقط يعني من الأشياء التي هي خاصة بالسياحة والصفر والترافيل فقط يعني تطبيقات أما هنا يظهر لك الأمور التي يعني تم قبولك فيها مثلا هنا إذا قمنا بالنقر هنا سيظهر لنا يعني برنامج واحد الذي تم تسجيل فيه وهو هذا البرنامج الذي تم قبولنا بشكل أوتوماتيك إذا سنزيل هذا الخيار هنا يقول لك كذلك بالنسبة لل سنرى هنا نوت جواني يعني الأمور التي لم يتم يعني لم تطلب منها يعني الإنضماب إليها بعد هنا ما تم رفضك يعني الأمور التي تم رفضك أو الطلبات التي على الشركة تم رفضك يعني من خلالها ثم تأتي إلى هنا مثلا لديك المفضلة يعني أن يظهر لك الأشياء التي هي في المفضلة مثلا إذا أعجبك مثلا عرض معين وتقوم مثلا بالنقر عليه مثلا هكذا يعني قد قمت بوضعه في المفضلة لذلك إذا نقرتها هنا سيظهر لك كل الأمور الموجودة في المفضلة وهنا لديك يعني الشركات التي تقوم بقبولك بشكل أوطماتيكي يعني سهلة في القبول تضع يعني الإنضمام بشكل أوطماتيكي ليس هناك أي مشاكل لاحظة معي هنا مثلا شركة بونغود يمكنني أن أقوم بالإنضمام كذلك هنا الإكستنشن الخاص بأدميطات هنا أسبت نعم لديك كثير من الشركات هنا كما تلاحظون هذه في الأطو مودريشن يعني تقبل عليك بمجرد أن تقوم يعني بطلب الإنضمام لها وكذلك لديك المانوية المودريشن يعني الشركات التي تقوم بمراجعة طلبك بشكل يدوي ثم تخبرك هل تم القبول عليك أم لا وهناك بعض الأمور أخرى ستتعرف عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم لاحقا إذن سنعود هنا إلى الداشبورد شرحت لكم تقريبا إخوان كل الأمور التي يمكنكم أن تقوموا بالعمل بها على منصة AdMetad كذلك لديك إمكانية تحميل الإكستنش الخاصة بـ AdMetad فقط أن تتوجه إلى الـ store الخاص بـ Google وتقوم فقط هنا بكتابة إذا كان لدينا موقع عالي إذا كان لدينا موقع عالي وكنا نتصفح مثلا في موقع عالي ووجدنا أن هناك منتج جيد ونريد مثلا أن نحصل على رابط ذلك المنتج يعني هو نفسه لا نريد مثلا صفحة الموقع بشكل كلي نريد فقط ذلك المنتج مثلا نحن نقوم بعمل جولة على موقع عالي أو نبحث عن منتج وجدنا أنه يعني منتج مربح وتعرفنا على أنه موجود في عالي مثلا هذا المنتج قمنا بالنقر عليه ونريد مثلا الرابط الخاص به إذا نريد مثلا الرابط الخاص به سنأتي إلى الـ extension الخاصة بـ AdMetad ثم نقوم بالنقر عليها بهذه الطريقة لاحظوا معي بعد أن تقوم بالنقر على الـ extension سيظهر معك من طبع الحال المواقع التي لديك وتختار ما هو الموقع الذي تريد مثلا أن تحصل على الرابط من خلاله ثم تقوم بـ أخذ الرابط الذي أعطاك يعني الموقع إذا سنرى هناك فقط يعني بطء في الاتصال ألو نعم مثلا هناك ما ستلاحظون لديك عدة مواقع مثلا الموقع الأخير الذي قمنا بوضعه هو اسمه حاليا حاليا لم يتم إضافة ذلك الموقع لأن الكود الذي قمته كما قلت لكم قمنا بوضعه في يعني لتفعيله لم يكن يعني بشكل مضبوط لذلك سأضع لكم الكود الصحيح الذي من خلاله ستقوم بالتغيير فقط ووضعه تحت الـ إذا هنا سنختار على سبيل المشال مثلا مدونة وهي هذه التي نقوم بالشرح عليها إذا هنا يقوم بإعطائي إمكانية وضع ساب اي دي أو يمكن كان تقوم بالحصول على الرابط من هنا عفوا تقوم بإمكانية الحصول على الرابط نعم ثم تقوم بعمل كوبي للرابط وهو قد أصبح الذي كرابط هذا المنتج يعني رابط هذا المنتج إذا قمنا بالتوجه إلى جوجل وقمنا بلسق الرابط وقمنا بالنقرة على انتر سيوجهنا إلى المنتج الذي قمنا باختياره هكذا ينطبق الأمر على كل المنصات التي تم قبولكها قبولك فيها في منصات Admitad يعني ستجد يعني كل الأمور إذا أتمنى أن يعجبكم شرح إخواني إذا أعجبكم لا تبخلوا علينا بالنقرة على زر لايك وتشجيعينا حتى نصل إن شاء الله إلى عدد كبير إن شاء الله من المتابعين وتكون فائدة يعني بالنسبة للجميع كنا هذا كل شيء كل الرابط ستجدنا في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا